اشتركوا في القناة ومنتخب الباغانا باغانا رفاق محمد صلاح بهدف في حدود دقيقة السادسة والثامنين من عمر المواجهة سجله اللاعب تيم بينوسكي لورش الذي هزم دفاعات فراعنة وبالرغم من الحضر الكبير للاعب المنتخبين معا منذ بداية المباراة والتي كانت تتجه صوب الأشواط الإضافية على غرار لقاء المغرب والبنين إلا أن انهيار دفاع منتخب مصر المستضيف للبطولة القارية في الدقائق الأخيرة كلف المجموعة الإقصاء وبهذا تقلصت التمثيل العربية بمنافسات كأس أمم إفريقيا بعد خروج مصر رسميا من المسابقات اليوم بعد إقصاء المغرب وأغاندا ثم منتخب الكاميرون في المواجهات الأولى بدور السادس عشر من البطولة القارية التي تسجل لأول مرة مشاركة 24 منتخبا بدلا من ستة عشر بقرار من الكاف يشار إلا أن كلا من البنين ثم منتخب السنغال ومنتخب نيجيريا قد ضمنوا بطاقات مشاركتهم بدور الربع في انتظار قادم المواعيد القارية التي ستتواصل غدا الأحد اشتركوا في القناة